بعد ثلاثين سنة فقط هذا طريق متقدم جداً بعد ثلاث وثلاثين سنة يعني في السنة الخمسين للهجرة أما المكان أحد الرحالة المسيحيين الغربيين وكان من بلاد الغال التي تعرف اليوم بماذا؟ بفرنسا كان من بلاد الغال وهو الرحالة أركولوف يكتب طبعاً بفرنسي أركولوفوس أركولوف احفظوا هذا الاسم مهم جداً ودخلوا على النت على الأرشيف وغيرها واستخرجوا رحلته مطبوعة في القرن التاسع عشر بالإنجليزية وبينغوسين طبعاً يعني في سنة 670 للمسيح مهم جداً لماذا؟ هذا الكتيب الصغير الذي يحكي قصة حج الرحالة الفرنسي أو الغالي أركولوف مؤلف طبعاً من 25 فصلاً مقاسم إلى ثلاثة كتيب صغير إلى ثلاثة أقسام في القسم الأول في الفصل الأول من القسم الأول يذكر فيه مسجد المسلمين مهم جداً انتبهوا إذن قبل عبد الملك ابن مروان عبد الملك ابن مروان متى شرع في بناء مسجد قبة الصخرة وبعده ببضع السين لا دوم أفذرك مع قبة الصخرة ببضع السين بنى المسجد الأقصى الكبير هذا ، في الساحة كلها وكلها ساحة مسجد هذا مسجد القبة الجميل هذا وكله في ساحة المسجد كل هذا متعبّد هذا في العقد الثامن للهجرة في العقد الثامن للهجرة يقال فرغ من بناء قبة الصخرة سنة 72 للهجرة بدأ فيها 67 للهجرة لا سنة 50 الرحالة أركولوف الفرنسي كان هناك وحدثنا عن ماذا هذا مهم جدا ونهدي هذا للدكتور يوسف زيدان أظن أنه كباحث ينبغى أن يفرح بهذا ويعيد أيضا تعيير معلوماته سيفرح معلومات مهمة جدا هذه أثرية أركولوف أيها الإخوة يحدثنا عن متعبّد ضخم وهو متعبّد ماذا سليمان وداود أبيه من قبل متعبّد ضخم يقول قد بنى المسلمون في المكان إذا هذا إشارة إلى حدث عمر وربما ما رسم به عمر وفعله المسلمون بنوا مسجدا على أعمدة خشبية ضخمة يقول على أعمدة هو رعاه الرحالة أركولوف على أعمدة خشبية ضخمة مسجد متواضع يتسع يقول لثلاثة آلاف رجل في آن واحد يعني أكبر من مسجدنا هذا ربما بأربع مرات بأربع مرات إذن نستطيع أن نقول أول من أقام هذا العمد في هذا المكان المقدّس هو عمر بن الخطاب نرجّح هذا نرجّح هذا قبل عبد الملك ابن مروان وما أتى من بناء الصخرة وبناء المسجد الأقصى واضح يا أخواني؟ هذه معلومة مهمّة جدا معلومة مهمّة جدا طيب الدكتور يوسف زيداني أخواني يقول النبي لم يسر به إذن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى غير موجود لا موجود هو هذا الاسم طيب المسجد الأقصى هل كان يعرفه النصارى؟ لا هل كان اليهود يعرفونه؟ لا هل كان العرب يعرفونه؟ يسمونه المسجد الأقصى؟ أو حتى المسلمون الأوائل؟ لا نحن نرجّح مع العلّامة الإمامة نفسّر الجهبة محمد الطاهر بن عاشور أن المسجد الأقصى هذا في الأصل كان صفة صفة للمسجد صفة من القصاء أو من القصاء قصية يقص قصاً وقصاءً من القصاء أي البُعد من البُعد صفة لكن هذه الصفة لما لزمت هذا الموصوف صارت علماً بالغلبة كما يقول النحاء صارت علماً بالغلبة فاليوم إذا سمعتم المسجد الأقصى لا يخطر على بال منكم إلا إلا تلكم البنية المقدسة فكّ الله أسرها أليس كذلك؟ هذا يسموه علم بالغلبة لذلك انتبهوا أنا أردت أن أختبر هذا علمياً والله وصحّ لدي بفضل الله عز وجل قلت إن صح هذا الكلام ويبغي إن يصح ما كان يعرف كذا عند النصار اسمه المسجد الأقصى لا يعرفونه بهذا ولليه يهود إذا لماذا قضية الإسم هذه؟ من أين؟ القرآن وصفه أنه مسجد بعيد المسجد الذي سيصفه النبي حين يحدث أصحابه وقريشاً برحلته الإعجازية الكرامة الآية لا يقول أسر يا بي إلى المسجد الأقصى لا يعرفونه أي مسجد الأقصى أين هو؟ إنما قال لهم إلى مسجد بيت المقدس وأتيت بيت المقدس وأتيت مسجد بيت المقدس هذا معروف الكل القرآن سيلقبه ماذا؟ بالأقصى ثم سيصبح علماً عليه بالغلبة علماً عليه بالغلبة خلاص يغلب عليه ويعرف به كأنه اسم يعني كأنه اسمه فعلاً أصبح اسماً له بالغلبة جميل فعلاً راجع كل روايات حادثة الإسراء تجد أن الوصف تجد أن الوصف فيها دائماً يجب إلى المسجد بيت المقدس إلى مسجد بيت المقدس إلى بيت المقدس إلى آخر دائماً هكذا واضح؟ هو هذا بمناسبة التحدي الدكتور يوسف زيدان أن نأتيه بلفظة القدس أو بيت المقدس في أي مصدر من مصادر المسلمين وهي كثيرة قبل 225 للهجرة أقول له التحدي كما قلت قبل قليل سهل جداً المصادر موجودة وأن نأخذ مباشرةً هكذا لدينا التفسير المنسوب إلى مجاهد ابن جبر تلميذ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد على ما أذكر متوفّة سنة 104 للهجرة هو بكر جداً يعني قبل قرن ونصف من تحدي الدكتور يوسف زيدان ورد في تفسيره ذكر بيت المقدس والقدس في مواضع وعودوا إلي هذا سهل اثنين نأتي إلى السيرة النبوية تتحدث عن أشياء لها علاقة بالسيرة والسلام العراج أول سيرة مشهورة الآن بين أيدينا متاحة للجميع سيرة محمد ابن إسحاق أليس كذلك؟ إلا عليها بنى ابن هشام وهذبها واختصر منها وحذف أشياء طبعاً لم تصلنا سيرة ابن إسحاق كاملة وصلنا منها مجلد واحد بتحقيق العلامة حميض الله الهندي رحمة الله عليه رحمة الله واسه على كل حال في سيرة ابن إسحاق متى توفي ابن إسحاق وكان مجايلاً للإمام مالك ابن أنس الأصبحي وبينهم العدوة المشهورة المعروفة سنة 151 للهجرة يعني قبل قرن كامل لسه من تحدي الدكتور يوسف زيدان فيما واضع يذكر ابن إسحاق بيت المقدس والقدس وبالذات في الإسراء وأشهر رسول الله إلى بيت المقدس وإلى مسجد بيت المقدس فيما واضع ثلاثة نأتي إلى موطأ الإمام مالك ابن أنس هذا كتاب مشهور خاص عند السادة المالكية طبعاً عمدة هذا وكل أهل الحديث طبعاً موطأ الإمام مالك الذي يعده بعضهم أصح حتى من صحيحه البخاري بعضهم يعده كذلك الإمام الدهل ورحمة الله تعالى صاحب المسوى شرح الموطأ الإمام مالك متى توفي سنة تسع وسبعين ومئة الهجرة يعني قبل قريب من سبعين سنة انتحدى الدكتور يوسف سيدان في موطأ مالك في مواضع ذكر القدس وبيت المقدس ومن ضمنها الحديث الشهير جداً الذي حكم له بعضهم بالتواتر هذا كلام نظر لكنه صحيح بلا مثنوية حديث لا تعمل المطي أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يرويه الإمام مالك في موطأه بلفظ إلى مسجد بيت المقدس أو إيليا إيليا العربي يقولون إليا إيليا إيليانوس الإمبراطور الروماني إيليا كابوتلينا يعني إيليا الكبرى إيليا هكذا سماها إيليا الكبرى اسم من أسماء بيت المقدس إذن إلى مسجد بيت المقدس مذكور في موطأ مالك تعود إلى مسند الإمام محمد بن المبارك الإمام بن المبارك عبد الله عفوا الإمام عبد الله بن المبارك أعتقد أبو محمد يقولنا الإمام بن المبارك متوفى سنة 81 ومئة الهجرة يذكر فيه بيت المقدس في مواضع وجود دكتور يوسف زيدان هكذا قرّ في ذهنه أن القدس وبيت المقدس هذا شيء متأخر بعد ذلك عرفه المسلمون قبل ذلك غير معروف وطبعا هو سيستخلص من هذا أن حقنا في بيت المقدس وفي القدس حق ماذا مضعضع ومضعضع جدا وهذا الحق لم حتى يتأسس على أساس لم يتأسس على أساس من الدين أو من النص وإنما على أساس سياسي بحث على أساس سياسي ولم يوضح لنا هذا الأساس السياسي لأن المفروض المفروض طبعا انتبهوا بناء على كلام اللي كان يكون متسقين أن يظهر هذا الكلام في الأدبيات الأموية سنقول لكم لماذا بعيدة قليل وليس في أدبيات العصر العباسي ما علاقة المأمون القدس وبيت المقدس قبل ذلك يجب أن يكون عبد الملك من مروان والولي من عبد الملك النزاع مع من عبد الملك مع ابن الزبير الذي غالب على الحجاز وعلى الكعبة فلم يظهر هذا لماذا هنا في فراغ علمي كبير فراغ علمي كبير كذلك عودوا إلى كتاب الأم لإمامنا أبي عبد الله الشافع الأم في مواضع كثيرة يذكر ماذا القدس وبيت المقدس من نذر أن يحج إلى بيت المقدس في باب استقبال القبلة وهل تكون إلى بيت المقدس أو النهي عن ذلك قضية ابن عمر وغير ابن عمر ابن عمر يخالف يقول لا أنا رأيت النبي استقبل هذه الجعاد بسموح عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة في باب استقبال القبلة الأولى ذكره الإمام الشافعي وأيضا حديث لا تشد الرحال لرواه الإمام الشافعي في الأم وإلى مسجد بيت المقدس وإلى مسجد بيت المقدس بالمناسبة هذا الحديث لا تُشدُّ الرِّحال كما أخدت لكم حديث صحيح بلا مثنويّة يرويه من الصحابة عن رسول الله الإمام عليه عليه السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وآبو هريرة وآبو بُصرى الغفاري وآبو سعيد الخُدري وغيرهم وعن كل يروأ من طرق حديث صحيح ثابت في بعض ألفاظه المسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى في بعضها وردَ ومسجد بيت المقدس في بعضها بيت المقدس في بعضها إيلية وفي بعضها مسجد الأقصى بالإضافة وليس بالنعات المسجد الأقصى ومسجد الأقصى ومسجد بيت المقدس أو بيت المقدس أو إيلية كله هذا مذكور منصوص يعني كان واضحاً في مخيال الصحابة والتابعين الأسماء المتعددة للمسمى الواحد وهي هذه البقعة المباركة من الأرض البقعة المباركة من الأرض على كل حال إذن مصنّف عبد الرزاق عبد الرزاق على ما أذكر سنة 211 توفي أربما قبل ذلك المصنّف مصنّفه فيه أيضا مواضع عن بيض المقدس وعن القدس إذن يا دكتور يوسف زيدان كسبنا التحدي لا يمكن أن تتشبث بهذه النقطة إطلاقا هذا عرفه